اشتركوا في القناة اضافة الى تطورات الوضع في المنطقة وذلك في اطار التنسيق والتشاور القائم بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة كما تم البحث في نتائج المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخرا في فيينا حول الوضع في سوريا معربا سموه عن اماله في ان يتم التوصل الى تحقيق امن واستقرار في هذا البلد الشقيق اشتركوا في القناة